قيادة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في بيان أن جبهة النصرى الإرهابية وعددا من التنظيمات الإرهابية معها تواصل تصعيدها بالهجوم على مدينة حلب من عدة محاور مستغلة فترة التهدئة للتحضير لشن عمليات واسعة واستهداف المدارس والمدنيين في الأحياء الآمنة لمدينة حلب وأضافت القيادة أن عدد القذائف التي سقطت على المناطق السكنية في حلب خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوز أكثر من مئة قذيفة هون وخمسين صاروخ جراد وعشرين أسطوانة غاز بالإضافة إلى أعمال القنص ما أدى الارتقاء أربعة وثمانين شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء وإصابة مئتين وثمانين بجروح مختلفة وإلحاق أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة وأضاف بيان القيادة العامة للجيش أن التصعيد بلغ ذروته بإقدام المجموعات الأرهابية على استخدام قذائف تحوي غازالكلور على اتجاه ألف وسبعين شقة وحي الحمدانية السكنية في حلب ما أدى إلى حدوث أربعة وثمانين حالة اختناق مشيرا إلى أن هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة تؤكد حالة العجز والإفلاس التي وصلت إليها وعدم قدرتها على تحقيق الأهداف المرسومة لها من قبل رعاتها وداعميها وفي ختام بيانها أكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثنيها عن مواصلة تنفيذ مهمها الدستورية في حماية المواطنين وعزمها وإصرارها على متابعة حربها على الإرهاب وتخليص الوطن من شروره